يعني دايما بنقول كده على بعض الحاجات انه لازم نصوم منها غير الاكل والشرب فنصوم عن ازية الناس نصوم عن الكتب نصوم عن الحاجات زي كلها هل النهاردة لو رجل نظر للمرأة اكتر من مرة ومتعمد انه ينظر اليها خلني اقول بشهوة شوية هل ده يفطره؟ طيب كلام حضرتك يعني وجيه ان الانسان يجب عليه ان يورثه الصيام التقوى لان الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقون فيجب على الانسان طبعا ان يبتعد عن كل ما من شأنه ان ينقص اجره فمسألة النظر الى المرأة النظر اليها بشهوة لا يترتب على هذا النظر ان هو يفطر لكن يترتب عليه نقصان اجره يترتب عليه نقصان اجر الصائم فاذا ترتب عليه نقصان الاجر يبقى هو فقط جزء من اللي هو عاوز يحصله اثناء الصيام طيب الاسئلة كمان اللي بتدور في الاذهان ان القطرة قطرة العين نعم قطرة العين لا تفطر لا تفطر حتى وان استشعر طعمها في حلقه لانها ربما تكون كتصربة او الانف حتى ساعات بتدخل يعني الانف لا الانف منفذ مفتوح اذا وصلت للحلق فده معناه ان هي هتفطره لكن اذا لم تتجاوز الخيشون اذا لم تتجاوز نهاية الانف فلا مانع لان قطرة العين منفذ مفتوح لكن قطرة الالف فيها مشكلة نعم نعم طيب لو حد يعني حصل قدامه حدثه ومحتاج دلوقتي حالا يتبرع بالدم هل ده يبطل صيامه لا العبرته بالداخلي لا بالخارج فالدم ده خارج مش داخل فلا مانع انه يتبرع بالدم وصيامه صحيح نعم استخدام ايضا الكريمات للمرأة يعني بشكل اكبر فيها ايه فيها ايه هل ده بيفطر ولا لا لا يفطر لا 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 ما بيفطرش لانها لم تدخل من منفذ مفتوح ده هي بيمتصها الجلد وبالاضافة كمان ان بقية هذه الامور يعني الذي يوضع على الرأس مثلا زيت الشعر الحناء لا تفطر الكحل لا يفطر مرطي بالشفاه لا يفطر كل هذه الأمور لأنها لم تدخل من منفذ معتاد مفتوح فهي لا تفطر الصائم